لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر ولنتعظ منك دروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار عبد حمود السيد الفريق والرجل الأمين لصدام وهو الوحيد الذي يدخل على صدام حاملا سلاحه عدي وقصي لا يدخلان بسلاحهما على أبيهم حمود تبول على سروالي لحظة وضع حبل المشنقة على رقبته وقام بصد صدام اثناء سيري إلى قاعة الاعدام عبد حمود لم ينطق الشهادة حينما طلب منه ما حقيقة العثور على الملايين من الدولارات والمجوارات المدفونة ومع بطاقة شخصية باسم ساجدة خيرلط الفاح زوجة صدام الأولى عبد حمود والقتل الجماعي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بدعوة اشتراكي في قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب عام 1991 طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم العنوان والمحتوى يعبر عن رأي الكاتب والموقع ولا يحبر بالضرورة عن رأي قناة بلادي والمجال مفتوح للنقاش والرد والحوار البناء اشتهر هذا الرجل يعني طبعا هاي شورب اللي كان شوفوه الغليظة ومخصر بالسلاح دائما وكان أقوى حار الشخصي بالوقت آنذاك بشهادة الأوروبيين والأمريكيين عبد حمود لم يكن هذا هو اسمه لكن عرف به على مدى أكثر من عقدين من الزمن شغل خلالهما واحد من أهم المناصب في نظام العراق السابق السكرتير الشخصي للرئيس صدام حسين وهو المنصب الذي شغل وقبلي حامد يوسف حمادي الذي أصبح فيما بعد وزيرا للثقافة لم يكن عبد حمود مثل سواء من أبناء قرى تكريت الفلاحية جنديا محترفا لكن بعد انقلاب الذاكر هنا أصبحت عاش تموز عام 68 الكاتب هنا ذاكر انقلاب والبعثين يقولون ثورة وهكذا ووصول حزب البعث والثناء التكريتي أحمد حسن البكر وصدام حسين إلى قمة السلطة فان الكثيرين من شبان عشيرة البناصر طبعا دخلوا دورات عسكرية وحملوا رتب عسكرية بسيطة أول الأمر قبل أن يتقدموا بالرتب بسرعة غير مسبوقة عبد حمود ينتمي إلى فرع الآخر من عشيرة صدام فقض البخطاب وهم أبعد قليلا من أبناء عمي علي الكيميائي طبعا هذا يقصد علي حسن المجيد وحسين كامل زوج رغة الابن الكبرى لصدام حسين لكنه ولأسباب تتعلق بالخلافات داخل الأسرة أصبح عبد حمود من أكثر المسؤولين قربا من صدام حسين الأسباب التي ساعدته على ذلك أنه لم يكن طرفا في خلافات عائلية ولم يحتك بابني صدام طبعا هو ما يحتك بأعدي وقصة إذا صارت علاقات يعني تجي مشاكل هو يريد يتقرب ويتودد الرئيس صدام حسين حافظ عبد حمود على وضعه الرسمي داخل السلطة مع ميل الدراسة نال شهادة الدكتورة في العلوم العسكرية من جامعة البكر واصبح اسمي الرسمي بين المسؤولين السيد الفريق هنا الكاتب أكو موقع أيضا موقع الجنبية رح نذكرها يعني هاي المادة والموضوع بأنه رأسي قبل الدكتورة يعني وين الابتدائي وين كملها المتوسطة وين الاعدادية وين ما ذاكري بس قبل كلية ودكتورة كانت بداية المهنية كأحد حراس الشخصين للرئيس صدام حسين حتى وصل به الحالي يكون الساعد الأيمن الرئيس صدام وسكرتير الشخصي لم يظهر صدام حسين في أي اجتماع إلا والفريق عبد حمود حاضرا خلف سيدي كل ما يدور في مكتب الرئيس من أمور البلاد الداخلية وعلاقات الخارجية يعلم بها هذا الضابط كل من أراد استقبال صدام فلابد من المرور من عند هذا الرجل حتى ولو كان أكبر وزيرا أيضا شفتوا المقابلات المقربين وأبناء عمومة صدام حسين هاي بعد 2003 كثير من القنوات يعني حتى كان يجون وزراء يخافون من عبد حمود ويقولوا له سيد وهو الوحيد الذي يدخل على صدام حاملا سلاحي في حين كان لا يسمح بدخول أحد غيري حاملا للسلاح على الرئيس صدام حسين ولو كان أبناء عدي وقصي لا يدخلان بسلاحهما على أبيهم صاحب مهام متعددة كان من النادر أن يظهر صدام دون عبد حمود الذي ينتمي وصدام إلى قرية العوجة تولى مهمة تأمين الحماية الشخصية لصدام ونقل أوامر صدام إلى وزارات الدولة وهو المنصب الرسمي لحمود السكرتير الشخصي لصدام لكن الحكومة البريطانية تحدثت عن معلومات تفيد بأنه كان مسؤولا أيضا عن أمن صدام إضافة إلى الدفاع والأمن والمخابرات عبد حمود وينطق بالعاميها مثل ما نذكرها لحضراتكم عبد حمود واسمه الحقيقي عبد حميد محمود خطاب التكريتي ولده عام 1956 في تكريت وأنه وراء العديد من أوامر القمع التي أصدرها النظام السابق هنا تشوفوا خلال محكمة أمام شاسة التلفزيون بأنه يدبره ينفي لكن الحقيقة هو مشترك على قول رواية الكاتب والمواقع الأخرى وتعتقد الولايات المتحدة أنه أصدر أوامر باستخدام أسلحة تدمير الشامل آخر ظهور العبد حمود يعني إلى جانب صدام حسين على شاشة التلفزيون في السابع من نيسان أبريل 2003 خلال جولتي في منطقة الأعظمية في شمال بغداد قبل سقوط النظام ودخول قوات التحالب بقيادة الولايات المتحدة بغداد هذه الاحتلال قوات الاحتلال هسا نجي إلى موضوع الاعتقال وما بعد الاعتقال يحتل عبد حمود المرتبة الرابعة في القائمة التي تحتوي على 55 شخص يعني 55 اسم قائمة المطلوبين من القيادة العراقية أثناء حكم صدام حسين قبل الغزو الأمريكي في نيسان 2003 13 حزيران يونيو 2003 تمكنت القوات الأمريكية من القاء القبض على الفريق عبد حمود تقول صاحبة المنزل اللي يجئ إلى سكرتير صدام قبل يوما من اعتقاله يجئ عبد حمود معه حقيبتين ومسدس وقضى الليل على الأرض وتناول وجبة من الزباد ها من سميحنا بالله جاتنا العراقية اللبنة الخافر ثم استسلم مباشرة عندما وصل الأمريكيون يقول وامض أحمد هل كان بيستطاعت أحد أن يرفض استضافة السكرتير القارس صدام حسين يعني عندما جاء إلى منزلي المتواضع يعني جاء جاء مع أحد الأصدقاء يقول لا لم يكن بمقدوري أن يقول لا وأضاف وامض عمري 22 سنة بقليل من الاستخفاف تقاليدنا العربية تفرض علينا أن نستضيفه وهذه التقاليد أيضا موجودة بكل سائر العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وقد قاد وامض سكرتير الرئيس المخلوع إلى غرفة الاستقبال البسيطة هي أثاث بسيط يجلسون عليها الضيوف وقد جاء تلفزيون مفتوح على قناة الأخبار يعني العراقين مبتلين وينما تروحوا يا بيتوا تشوفوا القناة الأخبارية تشتغل دق ليل ونار كان ذلك يوم الأحد سبع حزيران 2003 وبعد يومين أي صباح يوم الثلاثة تسع حزيران في حدود الواحدة بعد الظهر اقتحم المنزل عدد يتراوح بين 30 و40 من الجنود الأمريكيين وألقوا القبض على عبد حمود التكريتي قالت كافي عوق أن حمود وصل إلى منزلها يوم الأحد مع رجل اسمه أحمد درف تطارده الآن القوات الأمريكية ها طبعا مقالة قديمة ونشوف يعني هذا ما صير أحمد درف وين صار وقالت أن زوجها أحمد لم يتعرف في البداية على عبد حمود اللي كان يرتدي دجداشة بيضة وغطاء للرأس لكن الأسرة تعرفت على ضيفها في اليوم التالي وقالت أصابنا ضعر شديد يعني زوجي كان خايف وكان يقول يعني أنا مشكلة ضخمة ووضعي صعب كنا نتمنى لو أنه يغادر مباشر حتى يغادروا حتى تشفيان شر وأضافت كافية أن أسرته لم ترتكب أي خطأ وأوضحت أن زوجي عملا مهندسا لأحدى طائرات صدامة الخاصة لكنه خالفهم ففصلوه من العمل الحكومي لعام 1989 يعني هذا الرجل محظوظ إذا هو خالف النظام ورئيس النظام ومجرد فصله وقال قائد الأمريكي ريد أن المعلومات التي حصلوا عليه من السكان المحليين كانت تشير إلى أن شخصية كبيرة توجد بذلك المنسب وقوع عبد الحمود في أيدي القوات الأمريكية جاء نتيجة حملات تفتيش مكثفة حول منطقة تكريت والقرى المجاورة بما فيها منطقة القادسية التي تم القال قبض على عبد الحمود والعوجة مسقط رأس صدام حسين حيث يتفاخر كل مواطن هناك بأنه من أقرباء الرئيس السابق كان الهدف من تفتيش المكثفة في تكريت للقوات الأمريكية هو صدام حسين قامت القوات الأمريكية بتفتيش ثلاثة منازل تخص أعضاء الأسرة الممتدة للنصير وذلك قبل ساعات فقط من القبض على عبد الحمود لم يجد جنود الأمريكيون أي شيء لم يجدوا حتى أسلحة واعتذروا للمضايقة التي سببوها لصاحب المنزل وامض وابن عمه الذي اعتقله الأمريكيين مع السكرتير صدام حسين يشعرون أن الأحداث أصبحت أكبر من قدراتهم على التحكم وعندما فتحوا بوابط منزلهم الأمامية لجارهم الذي جاء معه سكرتير صدام كانوا لا يتعرفون على عبد الحمود الذي شاهده كثيرا على شاشة تلفزيون لكنهم لم يقابلوا شخصيا وقد كان يظهر في الصور التلفزيونية هذه بدلت العسكرية والقضة على السوداء كان عبد الحمود رجل ملتحيا يرتدي زيا عراقيا بسيطا ويضع على رأس قبة عراقية قال وامض لم يكن معه غير حقيبتين ومسدسي لم يكن معه أي شيء آخر انشفها الحقيبتين شكوا معكم بها كانت الحقيبتين مكتظتين بالدولارات الأمريكية وقضى عبد الحمود الليلة الأولى في حجرة الاستقبال نائما على الأرض لكنه انتقل إلى غرفة أخرى بأعلى المنزل وغرفة قديمة الحيطان بها سرير ومرآة وخزانة ملابس ورف لتعليق الملابس ويضيء هذه الحجرة مصباح كهربائي وحيد أضاف وامض يعني يقول كان مرتاح ليش عبد الحمود مرتاح يقول ما عنده وظيفة شبيرة ويشاهد التلفزيون يقول قضى ليلة لحت على الأرض وتناول وجبة أيضا من الزبادي وكان يشكو من الأزمة عندما حل صباح الثلاثة أرف وامض أن النهاية يعني اقتربت جتي حتى قبل وصول الجنود الأمريكيين إلى منزله قال وهو جندي سابق عمل سكرتيرا في مستشفى عسكري يقول عندما سمعت أصوات طائرات الهليكوبتر فوق رئيسي أرفت أنه جاءوا في طلبه قال أنه ارتدى سروالي وقميصي حتى يكون جائزا وبعد لحظات فقط اقتحمت جنود المنزل قبضوا عليه واسقطوا على الأرض واستسلم مباشرة عندما وصل الأمريكيين يعني هذا يعني بدل ملابسه يأخذوا رأسا يعني شنو يعني مجرد تساؤل مجرد تساؤل ليس أكثر يعني ما اتفق مع الأمريكان غير ما اتفق مع الأمريكان أضاف وامر سألوني عدد مرات يعني وين أولاد صدام عديو وقصي يعني تعرف هذا عبد حمود تكريتي يقول لماذا لا تحدثنا عن مكان اختبائي عندما وجه الأمريكيون هذه الأسئلة عدد مرات اقتنعوا نظامط وبنعمه يعني أبرياء أطلقوا استراحهم بعد الاعتقال لكن خمسة هاي من قريب وقاربهم بقوا مع تقليم قالت كافي عوض أن الجنود سئل حمود أما إذا كان يعرف أين يختفي صدام وولده عديو وقصي ومن الواضح أنهم لم يكونوا يعرفون أنهم يستجوبون في تلك اللحظة ذات الرجل الذي يبحثون عنه لكنهم سرعان ما تعرفوا عليه عند مقارنة الصورة التي يحملونها معهم واستمر التفتيش الأمريكي الكثير في المنطقة ويوم الأربعاء الصباح اتحركت القوات الأمريكية بناء على معلومات وهاجموا مزرعة إلى جنوب من تكريد بالقرب من العوجة القرية التي ولد فيها صدام وحاصر الجنود المزرعة واعتقلوا رجلين كانوا يحاولان الهرب واثنين آخرين كانوا يحاولان الوصول إلى مكان أسلحتهم يعني السلاح الموجود بها وبعد تفتيش المنزل والعثور على بطاقات شخصية مشبوهة وبعض الأموال والأسلحة الخفيفة وهي وعصر هذا القائد العسكري كريس موريس على حفرة حديثة في الساحة وعصرت القوات على مبلغ 8 ملايين دولار يقول أكثر 8 ملايين دولار نغدا ملفوفة بعناية في حزم من ذوات المئة دولار يعني هاي ورقم المئة هاي الدارة شحن العراقيين مثلا حاليا بعد 2003 عندما يبيعوا يشتر يقولوا 7 وراق 8 وراق وأيضا يسموها الدفتر بالنسبة لـ 10 تالاس دولار والبلوك 100 ألف دولار وعندما حفروا أعمق عثروا على مجوهرات مجغولة بألماص والياقود والزمرد يقدر ثمنها بمليون دولار كما عثروا في منازل مجاورة على أجهزة للرؤية الليلية ورشاشات ومتفجرات وكواتم للصوت وبنادق قناصة ووجدوا وسط المجوهرات المدفونة بطاقة شخصية باسم ساجدة خيرلط الفاح زوجة صدام الأولى يقول بعد القوض على عبد الحمود تم تعذيه من قبل الأمريكيان لأيام طويلة حتى يدلهم على مكان سيدي لكنه لم يبح ولم يعترف حتى بحرف واحد بتروا أصابعه وسلخوا جلدي وهو ملتزم الصم أخيرا يأسوا منه فسلموه للحكومة العراقية لكن هذه الرواية أكو روايات أخرى تنفي ومن الروايات التي تنفي هذا أعتقد إذا أظن ما اسمه شهاب العباسي إذا كانت الاسم صحظر على قناة أرتي على الروسيا شون مثلا شان يداروا الأمريكان بالسجن يجيبوا له كباب وغيره يقول شابي الخاطب عبد الحمود بس لك يجيبون كباب هاي روايات وأنه تركها للرأي الأول والأخير للمشاهد الكريم السكرتير صدام من سجن شي يقول يقول قيادة العراقية توقعت الاحتلال وضعت خطة متكاملة المقاومة وكشف الفريق عبد الحمود الخطاب آخر سكرتير لصدام أنه لن يشد صدام وأن كل ما نقلته الصحافة عنه هو فبركاد وأكاذيب لا أساس لها من الصحة لكن أيضا هاي الرواية تنفي من الرواية اللي يتابعوها يعني قبل يومين ثلاثة وخلال أسبوع عندما عرض مستمسكات التحقيق الأولي جعفر الموسوي لأحدى القنوات الفضائية موجودة يعني بأنه كل يحمل كل ما حدث في العراق قبل 2003 يتحمل الرئيس صدام حسين على ما كتب عبد الحمود وقال المحامي العراقي المكلف في الدفاع عن سكرتير صدام إن الموكلي ما زاله يسمي رئيسه سيد الرئيس القائل وفاد المحامي خميس العبيدي في حديث خاص لأحدى القنوات العربية أن المحققين الأمريكان عقدوا 150 جلسة تحقيق مع سكرتير صدام وعرضوه مرتين على جهاز الكذب وكان التحقيق يتركز في معظمه على موضوع أسلحة دمار الشامل حيث نفع عبد الحمود وجود مثل هذه الأسلحة في العراق وأكد المحامي إن فريق المحققين الأمريكيين مكلف بالتحقيق مع سكرتير صدام ضم نائب رئيس لجنة الخاصة المكلفة بالتفتيش عن أسلحة دمار الشامل رولف إكيوس موضحا إن عبد الحمود قال لنائب إكيوس عندما كنا نقول لكم إنكم جواسيس للولايات المتحدة كنتم تنزعجون وها أنت تحقق معي الآن ضمن فريق تابع المخابرات الأمريكية وقال العبيدي إن عبد الحمود أخبره إنه حضر اجتماعا للقيادة العراقية تم خلال وضع خطة لمقاومة الاحتلال بعد وقوعه مشيرا إلى أن صدام وعضاء القيادة العراقية يعني شانوا متأكدين من قدرة الولايات المتحدة على احتلال العراق لكنهم لا يمتلكون خيارا غير الحرب لكن خيارات طرحوا إلى كثير يعني قبل ما يصير العدوان موضحا أن السكرتير صدام اتصل بالمسؤولين الأمريكان عبر بعض القنوات الأمريكية وتعهد لهم بإقناع صدام بالتفاهم معهم لكنهم كانوا مصررين على ثقاط النظام واحتلال العراق والأيضا العبيدي يسترسل يقول أنه التقى موكلي مرتين وتم اللقاء الأخير يوم 19 أبريل يعني نيسان بحضور وفد من ستة أشخاص ومثل الكونغرس الأمريكي أمضوا مع عبد الحمود في سجنه تسع ساعات وقد حققوا معه عبر برنامج النفط مقابل الغذاء مشيرا أن أعضاء الوفد سأله سكرتير صدام في نهاية اللقاء عن المخرج المناسب للقوات الأمريكية من العراق فأجابهم بوضوح الحل الوحيد هو أن تخرجوا من العراق اليوم قبل بكرة لأنكم كلما تأخرتم يوما إضافيا تزداد الأمور تعقيدا عليكم وتكون خسائركم أكبر ووضعكم أصعب عن آخر لقاء جمع عبد الحمود بصدام المحامي قال أن آخر لقاء كان يوم 9 نيسان 2003 في منطقة الأعظمية بعد طلب صدام من حمايته مرافقي وسكرتيره أن يذب كل واحد إلى سبيله وأبقى معه مجموعة قليلة موضحة أن سكرتير صدام استغرب حكاية الحفرة التي يعني هل الأمريكان روجوها أنهم قبضوا على صدام فيها مؤكدا أن عبد الحمود يستبعد أن يكون يعني تم القاء قبض على صدام في تلك الحفرة وأنه يرجح توصل الأمريكان إلى مكان اختفاء صدام عن طريق الوشاية أيضا لكن أيضا هناك رواية أخرى على اللسان عبد الحمود راح يعني إن شاء الله نعرضها لكم لحضراتكم قابل أيام هو عبد الحمود يقول أنتم الأمريكان لازم تشكروا لأنني دليتكم على مكان صدام عسين الأمريكان سرقوا أموال حمود وأوضح العبيدي أن عبد الحمود أخبروا أن جنود الأمريكان سرقوا من زوجته 160 ألف دولار أثناء مغادرتها العراق بعد احتلال بغدار أوقفوها جنود الاحتلال وأخذوا المبلغ منها وضطوها وصل رسمي لكن ما ما سلموا إلها أوضح العبيدي أيضا أن قرار القبض على موكلي باطل لأنه لم يوقع من قاضي عراقي وهذا يعد مخالفة صريحة لقانون العقوبات العراقي كما أن المحاكمة غير قانونية لأن بنيت على باطل مشيرا أن المحكمة العراقية وجهت لموكلي تهمة القتل الجماعي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بدعوة اشتراكي في قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب عام 91 وأيضا ينفي عبد الحمود أيضا ينفي حول تصفية الحزاب الدينية اللي كانت بين عوام 79 و86 ويقول أنا كنا الضابط حماية رئيس الجمهورية وما عندي علاقة إطلاقا بما حدث ويقول أنا بري أيضا يسترسل المحام يقول كان رد موكلي أنه كان خلال تلك الفترة مكلفا بحماية الصدام ولم يغادر بغداد وطلبنا من المحكمة يعني انتثبت هالإدعاء بوثيقة مخطوطة أو مصورة أو مسموعة معتقدا أن المحكمة لن تستطيع أن تحصل على مثل هذه الوثيقة حتى لو بحثت خمس سنوات متواصلة اختتم العبيدي حديث بالقول أن سكرتير صدام كلفه بالرد على جميع ما ينشر في الصحافة من أكاذيب وفبركات حول استعداد للشهادة ضد صدام ناقلا عن سكرتير صدام قوله ليس عندي شيء أقوله ضد صدام لكن مثل ما ذكرنا لحضراتكم هالأيام الأخيرة دي عضو جعفر الموسوي كل ما قال بي عبد حمود ضد رئيس صدام الحسين الحكم بالإعدام يوم الثلاثة ستة وعشر تشين أول أكتوبر 2010 أصدرت المحكمة العراقية الخاصة بمحاكمة دقتاب نظام صدام حكمها بالإعدام بحق عبد حمود المسؤول عن حماية الخاصة لصدام تنفيذ حكم الإعدام بعبد حمود سكرتير صدام في السابع من حزيران يونيو 2012 نفذ حكم الإعدام بحق عبد حمود السكرتير الخاص للرئيس السابق صدام حسين وفق المادة طبعا هاي 13 1 على 1000 من قانون المحكمة الجنائية العليا جرائم الإبادة الإنسانية أيضا يسترتج الكاتب والصحف الأجنبية يعني يقولون شنون تمت الإعدام يقول ذكرة مصادر في وزارة العدل العراقية كانت قد كلفت بهمة إعدام عبد حمود السكرتير الخاص بأن حمود تبول على سروالي لحظة وضع حبل المشنقة على رقبته وقام بسب صدام إثناء سيري إلى قاعة الإعدام وأكدت المصادر بأن حمود لم ينطق الشهادة حينما طلب منه وأكدت عشيرة البناصر اللي ينتمي إليه الرئيس السابق صدام حسين تسلمها جثمان عبد حمود الناصري الملقب عبد حمود وتم دفنة في المقبرة العامة وسط مدينة تكريت تم إقامة مجلس العزاء في قرية العوجة جنوب المدينة وضاف أحد شيوخ العشيرة ضياء الناصري خلال تصريح إعلامي أن عشرتي تسلمت جثمان عبد حميد التكريتي بعد نقلها من بغداد إلى مدينة تكريت هذه المقالة أو البندة تم نشره في موقع كتابات ومن قبل الكاتب هادي حسن إعلاوي بتاريخ 2 إدعش يعني نوفمبر 2021 وأيضا تم نشرها في خدمة لوس أنجلس تايمس وواشنطن فورست خاصة بشرق الأرصب حتى نلتقي تقبلوا منا أجمل التحيات ترجمة نانسي قنقر